وإلى مجموعة من الأخبار المحلية عقد جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو مباحثات تناورت العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ووصل جلالته إلى العاصمة الكندية أوتوى اليوم بعد زيارة إلى الدوحة التقى خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ومن أوتوى سيتوجه جلالة الملك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث يلتقي أعضاء من الكونغرس تستكمل وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال الدهانات العاكسة لجزء من طريق المطار بدءا من صباح اليوم وحتى مساء السبت وجهدت الطريق المكون من أربعة مساربة في اتجاهين ازدحامات على امتداد يوم الجمعة وأجرت الوزارة بالتعاون مع مدرية الأمن العام تحويلات جزئية في مناطق العمل مجهزة بعناصر السلامة العامة ودعت سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان ومنذ تشرين الأول أكتوبر الماضي تنفذ وزارة الأشغال أعمال صيانة لطريق المطار الممتد على مسافة ستين كيلومترا تشمل تنفيذ خلطات اسفلتية ومطبات نموذجية في مواقع مختلفة كما تنفذ أعمال الفصل لطريق الخدمة الشرقي بطول أربعة كيلومترات وفتحه وفتحة عفوا التفاف بين طريق الخدمة الغربي والطريق الرئيس إلى جانب بناء عبارات لتصريف مياه الأمطار في بعض المواقع أعمالنا اليوم أعمال سلامة مرورية تشمل أعمال الدهانات هي استكمال الأعمال التي تمت الأسبوع الماضي بدهان المناطق التي تم تعبيدها مؤخرا طبعا هذه الأعمال تشمل كافة الأعمال التي تصير تحويلات السير الجزئية على هذا الطريق وأعمال المساحية وأعمال التخطيط والبري ماركينج وأعمال الدهانات الأسبوع الماضي أيام الجمعة والسبت انتهينا من أعمال الدهان اللون الأصفر وإن شاء الله اليوم ويوم غد بيكون الانتهاء من الأعمال الدهان اللون الأبيض بهدف تحديث المنظومة التشريعية للعمل التعاوني تلقت اليوم في منطقة البحر الميت ورشة بمشاركة جمعيات وأصحاب اختصاص وجهات قانونية وتناقش الورشة التي شارك فيها وزير الزراعة خالد حنيفات معظم مفاصل العمل التعاوني والآليات التشريعية التي تضمن نهضته ضمن جداول زمنية محددة ويقدر استثمار الجمعيات التعاونية في الأردن بنحو ربع مليار دينار فيما يضم القطاع أكثر من 1500 جمعية تعاونية وصل عدد أعضائها إلى 134 ألف شخص في هذه الورشة نعمل على التشاور وتشارك مع كافة المعنيين بالقطاع والتشريعات والجهات العاملة في هذا القطاع لإيجاد صيغة أفضل تهدف إلى مساهمة أفضل للقطاع في القضايا المرتبطة بالفقر والبطالة واقتصادية الريف والمحافظات والأطراف والبوادي والمخيمات لذلك اليوم عبر هذه الورشة سيكون لها أثر إيجابي وسريع ينعكس على القطاع وعلى ديمومته وعلى مساهمته في الاقتصاد المحلي سيتم مناقشة التعديلات القانونية مع شركائنا المحليين من المؤسسات الرسمية وخبراء عرب وخبراء أيضا دوليين للخروج بصيغة توافقية لقانون التعاون متطور يلبي طموح الجمعيات التعاونية وينهض بالقطاع التعاوني عملنا كثيرا منذ إطلاق السراتيجية التعاونية في عام 2021 على الوصول لهذه النقطة والآن نحن هنا مع جميع المختصين والمعنيين في هذا المجال من أجل الوصول إلى قوانين معدلة فيما يخص القطاع التعاوني تتماشى مع المعايير العمل الدولية قضية البنايات القديمة ولجان الكشف عليها لم تخمد النار تحت رمادها حتى الآن ففي أحد الأحياء السكنية القديمة في جبل عمان تبرز قضية جديدة يعود سببها إلى مخالفات البناء العشوائي هذا محمد القواسمي أحد سكان عمارة في جبل عمان منذ ما يقارب العام وهو يحاول جاهدا إنهاء المشكلة التي تحيط به نتيجة إضافة طابقين دون ترخيص إلى طوابق العمارة الثلاث وخلال متابعته للقضية حصل القواسم الذي يسكن إحدى شقتين الطابق الثاني على تقارير تؤكد أن البناء يشكل خطرا على سكان العمارة استكيت عليه بالأمان يعطوني أمر إزالي هذا بال2018 طبعا وبنى بال2016-2015 المهم لما يجي تريح البيت إنه خلانا المحافظة وطلعنا وعاود قالوا مرمموا البيت وسووه كزع طامي لما يجي عاود رمموا عاود عندي البيت كمان مرة ريح الآن ريح وصار التصدعات رحت اشتكيت كمان عليه وطلعنا الكتاب وعالمحافظة ويجيتون وأعطاني كتاب من الإعمار شوفت كيف طلعت هيا العلمية الملكية ومن الإعمار وعطوني كتاب إنه شكل خطر جدا الوثائق التي اطلعت عليها رؤيا تؤكد شكوى المواطن الذي ينتظر قرار محافظة العاصمة بإزالة البناء المخالف بعد أن أثبتت فرق أمانة عمام خطره الداهم على سكان العمارة دور محافظة العاصمة هذا إجراءاتهم مشتكى عليهم مش قادرين يمسكوه أنا برأي وهي من خلالكم يجب تغليض العقوبة وشغل على هذا القانون أنا عندي مواطن عليه شكوي لازم يزيل أمر إزالة عماله يتهرب مني أنا مثلا كمحافظة عاصمة أنا بلزمه بجيبه بعمل عليه تعهد أمني عن طريق مراكز الشرطة أنت باليوم الفلاني مجبر تكون موجود بالساعة الفلانية في موعد الإزالة ويكون المكتب الهندسي المختص المرخص أنه يكون واقف على إزالة البناء موجود أمانة عمان الكبرى أصدرت قرابة ألف مخالفة ضمن بند البناء العشوائي خلال العام الماضي في 22 منطقة في العاصمة ما يعكس حجم الخلل في خطط البناء والتجاوزات التي تؤثر على المواطنين أسامة بليبلي رؤية